اشتركوا في القناة كل مرة في التحدي الأول يقول لك اكتسب دروعا باستخدام فوارتو التدفق عدد 100 فوارتو التدفق اللي هو هذا تمام طيب وين تحصلوا تحصلوا في الصناديق وفي الأرض لكن إذا انتو تبوا بطريقة سريعة في عندنا شخصيتين تبيعوا عندنا الشخصية الأولى اللي هي هادي شوف موقعة هنا شايفنا هادي هي تمام والشخصية الثانية اللي هي هادي خلينا أوريكم يا هادي قيمته 100 من الدهب تمام المطلوب منك إنك تعبي دروعك في 100 زي كذا يعني طريقة سهلة أنا عندي الدرعي 50 حيعبيلي 50 تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد شوف عبالي 50 تقدر تدمج نفسك وترجع تعبي وتسوي التحدي في جيم واحد وتقدر تسويه في كذا جيم طيب في التحدي الثاني يقول لك استمع إلى الراديو في سيارة عدد واحد هذا التحدي جدا سهل كل اللي عليك إنك تطلع سيارة وشغل الرادي أضغط متلت يشتغل معاك الرادي شوف أسوى التحدي شفتوا كيف بس أضغط متلت هيشتغل معاك الرادي على طول طيب في التحدي التالي تقول لك ألحك الضرر بالخصوم باستخدام مسدس التصويب التلقائي أول ما تحط على التحدي بيلك ثلاث مواقع هذي الثلاثة مواقع للثلاثة الشخصيات اللي تبيع المسدس التلقائي التصويب التلقائي هذا إنتوا تحصلوا في الصناديق وفي الأرض بس إذا ما حصلتوا لأنه نادر تحصلوا فروح اشتري من الشخصيات مطلوب منك إنك تدمج العداء خلان نجربوا على البوتات تزبطوا ولا يزبط على البوتات تقدر تسوي على البوتات شوف أسوى معنا التحدي طيب في التحدي يقول لك اقطع مسافة وأنت تحت تأثير انخفاض الجاذبية عدد 500 هذا التحدي تقدر تسويه بكذا طريقة الطريقة الأولى عن طريقة للحبال هذي يعني زي كده وتنط شوف انحسب معاك وفيه عن طريق اللي هو شراب التدفق هذا يعني زي كده حيديك انخفاض في الجاذبية وكمان انحسب معاك وكمان تقدر تسويه عن طريق التوت اللي هو موجود في المزرعة اللي في المكان هذا موجود في كل مكان اللي هي الفاكتة التوت تستخدمها كمان انحسب معاك التحدي يعني تقدر تسويه بكذا طريقة وتقدر تسويه بكذا جيم مو ضروري بجيم واحد شوف كيف انحسب معنا بشكل مرة كبير طيب في التحدي الخامس يقول لك اجمع الأسلحة عدد 50 هذا التحدي جدا سهل الأسلحة الجمعة عندك من الصناديق عندك اللي موجودة في الأرض من الأعداء اللي تقتلهم شوف بنحسب معنا تمام كل سلاح ينحسب معاك واحد مطلوب منك خمسين تقدر تسويه التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي السادس يقول لك يقضي على الخصوم في نطاق عشر أمتار عدد ثلاثة هذا التحدي جدا سهل مطلوب منك انك تقتل ثلاثة أعداء في نطاق عشر أمتار يعني تكون قريب منه بعشر أمتار تمام هذا التحدي تقدر تسويه على البوتات كمان لاحظوا معايا أهم شي تكون قريب منه شوف بنحسب معنا التحدي شايفين مطلوب منك ثلاثة تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد التحدي السادس يقول لك يركز في عرين السلاحف عدد واحد أول ما تحط على التحدي بيلك الموقع هنا تمام لما توصل في الموقع هذا تعال في المكان هذا تمام في المكان اللي أنا فيه تنزل من هنا وترقص هنا شوف أنحسب معنا التحدي شايفين طيب في التحدي الأخير يقول لك يقضي وقتا في التحليق والقيام بحركات على لوحة تزلج عدد خمسة وعشرين لوحة تزلج اللي هو هذا تسوي عليه حركات كثيرة حينحسب معاك التحدي لاحظوا معايا يعني زي كذا وارفع على فوق تمام لاحظوا معايا وتشغل فيه شوف انحسب معاك تمام مطلوب منك خمسة وعشرين تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد لوحة تزلج تحصلوه في كل مدينة يعني في أي مكان في أي مدينة من الماب هذي هتحصل فيه لوحة تزلج واحد أو اثنين فهمتو كيف؟ فسوي بس حركات كده تتشغلب وأشياء زي كده ويقعدين حسب معاك شايفين لما تخلص التحدي طيب اليوم كان معانا تحديات الطور السادس والأخير إذا إحنا سويناه هناخد زينة الظهر اللي هي هذه اللي هي الأخيرة هذه اللي اسمها كرانغ فهمتو كيف؟ كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما تشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وإن شاء الله نتقابل المقطع آخر وفأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر